قيل أن سفينة أتلاف إدارة الدولة أبحرت في بحر السياسة الهائج سفينة تجمع على متنها الإطار التنسيقي والحز بين الكرديين وتحالفي السيادة والعزم وكتلة بابليون تشكيله آت من وصول تلك القوى إلى مرسل اتفاق النهائي خلال الاجتماع الأخير بينهم وفق مقربين من عجل إنهاء الانسداد السياسي التحالف سيشكل أولاً أن أعتقد باعث على أنه تكملت الخطوات الدستورية لأنه اليوم كل كتلة سياسية باستثناء الصدريين هم مع هذا التحالف وهذا يعني أنه حقق أغلبية سياسية كاملة لدعم الدولة ولدعم الحكومة ولدعم الخطوات الدستورية الاتلاف الهادف إلى إنهاء عقدة تشكيل الحكومة قد يكون سبباً في تعقيدها أكثر إن تم دون التفاهم مع زعيم التيار الصدري وفق بعض القراءات بعض وقت بهذا الاتلاف لا ترغب بالمضي دون السيد الصدر أما الترويج مع عدم الإعلان الرسمي قد يكون لجسي نبض الصدر الذي يبقى باب الاتلاف له مفتوحاً للتفاهمات أعتقد أنه لحد الآن هناك تفاهمات وهناك أيضاً نقاط يتم التناقش عليها من ضمنها أنه كيفية التفاهم مع الكتلة الصدرية حول الذهاب بتشكيل حكومة أصيلة قادرة على تعالج الموقف وتهيئ لانتخابات مبكرة جل الأطراف السياسية تطمح نحو حل الأزمة قبل شهر أيلول المقبل لما فيه من أحداث وتطورات قد تعقد المشهد لكنها تخشى المسير باتجاه معاكس مع السيد الصدر معطيات لمعادلة متزال ملامح مخرجاتها ضبابية حتى الآن من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير